بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمسلمين سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه ومن والاهم تبعهم بإحسان والدين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين عزائي التلاميذ نكمل حل التمارين القواعد الموضوع القواعد الصف الخامس موضوع جمع المذكر السالم التمرين الخامس أكمل الجملة التالية بكلمات مناسبة عندنا الجملة الأولى الطيار يقود طائرتهم هنا جملة نعمل لكية بس أنت عزيزي التلاميذ مثلا الكلمة اللي ما كيتبة أنت تحولها إلى جمع مذكر سالم بس هو عقلك بكلمات مناسبة طبعا هاي المناسبة مثلا عندنا الطيار ما يجوز أجل نعمل مثنى لا طبعا أكيد جمع مذكر سالمي أن يقودون أشغل أحصي لازم الطيارون نعم أحسنتم أحصي الكلمة الطيارون مرفوعة لأنه بالضمة لأنه مبتدأ فنحن جمع مذكر سالميذ كان مرفوعة لأنه يقودون طائراتهم صاغة جملة متناسبة ثاني المخلص يدقنوا عملهم طبعا يا حب هاتفتحون دفاتركم وحتنحل سوية نحن وأنتم ثاني المخلص يدقنوا عملهم الصاغة فراغ يدقنون عملهم أيضا شاهدتم صاغة جمع إذن نحول إلى جمع المذكر السام المخلص سنحول إلى المخلصون أيضا هم مبتدأ أشغل حصي نظيف له وانون زين المخلصون ثائثا يزرعوا الفلاح وأرضهم يزرعوا الفلاح مفرد أرضهم عصا يزرعوا ما تغيرت لكن هون يطير منه أرضهم إذن لازم يتناسب مع الجملة ما سنقل يزرعوا الفلاح وأرضهم لا إذن هون هم للجماعة أشغل الفلاحون أيضا مرفوعة نحن منعف ورفوعة من الضم وقبل جاء فعل فعل العفو إذن هو موقعه فاعل إذن نظيف للواون الصيغ يزرعوا الفلاحون أرضهم الزين الجملة الرابعة إن العراقية محب لوطنه إن العراقيين أصبحت صارش عدنا جمع واشنهي يا نسم إن منصوب يشن نصاب اليون إذن محب أحص الصيغ خبر إن مرفوع الصيغ محبون لا لمن لوطنهم نعم محبون محبون لوطنهم نأتي إلى الجملة الأخيرة خامسا كان الزائر كان الزائر مسرورا في المتحف العراقي أصبحت كان الزائر الزائر صار الزائر حطلوا لواء ونص صار جمع مذكر استعلم زين فرا في المتحف العراقي من من هنا تغيرت ما يسيقل الزائر مسورا لا خطأ لازم نحول أيضا إذا جمع مذكر استعلم لازم منعين وفتح يعني منصوب إذن وهنا موقوع من العراب كان هاي شني نعم عفيا حسنت وفعل ماضي يدخل على المبتدأ والخبر يرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر خبرا لو يعني مسرورا الصيغ نضع لا ياء ونون الصيغ مسرور رينا نضع لا ياء ونون حتى الصيغ جملة مضبوطة زين في المتحف العراقي نأتي إلى التمعين السادس نقر المطلوب من أن عبر عن المعان التالية بجملة مفيدة طبعا هذا التمعين يجب الانتباه إليه سوف نحول الجملة الاسمية إلى جملة الفعلية يعني دفاع العراقيين عن وطنهم حي جملة جملة الثانية احترام المثقفين ثالث جملة حب المعلمين للمهذبين زين طبعا هنا تدأنا كله بأسماء دفاع العراقيين طبعا دفاع يمتد المرفوع على ما تنفع الضم مضايا على آخر وهو مضاف العراقيين مضاف إليه مجرور بالله نفس الشيء طبعا نكلم نفس الجمل نحن حاليا نحول الجملة الاسمية إلى جملة فعلية يعني هاي جملة بين قوسين نكتبها جملة اسمية ونحولها إلى جملة فعلية نحط بين قوسين هاي جملة اسمية وحاش نحولها إلى جملة فعلية زين دفاعه منوح نحولها إلى فعل أشو نقول أشو نقول نعم أحسنتم دافع زين منوح نتحولت هنا مضاف إليه مجروب الياء ونون لنجو عذكا سلام منوح نتحولها دافع فعل ماضي ممنع الفتح إذن أشي يتوهاها أشي يتوهاها فاعل أحسنتم العراقي أشغل الصير والفعل أشبينه مرفوع وإذا منك مرفوع أشني علامته الوا والنون أحسنتم العراقيون عن وطني وأصبحت الجملة فعلية هنا الجملة أصبحت جملة فعلية تحول من الجملة الأسمية إلى جملة فعلية زين نأتي إلى الجملة الثانية احترام المثقفين احترام مهم اسم إذا نجي نعمل فعل أشي الصير الصير أحسنتم أحترم زين أحترم أنا أحترم هتبقى المثقفين ليش احترم المثقفين ها خلي لها يونوا بالأحمى وأنتم أيضا تلونوها على موت ينوش عليش هاي هون جملة اسمية طبعا كلها نفس الشكل كنتم عليها جملة اسمية وهي جملة فعلية كلها نحول جملة اسمية إلى جملة فعلية أبتدأنا باسم أبتدأنا بفعل زين هنا ليش بقيد أحترم المثقفين أحترم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الظم الظاهرة على آخره زين ما سأحترم المثقفون بس يحترم المثقفين يعني الفعل دائما يكون أحترم أنا والفعل ضمي موسى تقديره أحترم أنا احنا قلنا سابقا مناخذنا موضوع الفاعل الفاعل إما يكون اسم ظاهر أو يكون ضمير متصل مثل بتاع الفاعل هنا الضمير وعدنا أو يكون مستتر مثل عدنا فعل الأمر قلنا أش عرب نانو بفاعل ضمير مستتر تقديره مثلا أحترم أنا والمثقفين ستكون مفعولا به منصوب علامة نصب الياء والنون نأتي إلى حب المعلمين لمهذبين طبعا أي سؤال تحتاجونه عزائي التلاميذ أبعثوا على صفحة المدرسة أو على اليوتيوب أو على التلجرام حسب ما نحن أن ننشر أنتم أي سؤال أتكلم أكون جملة ما واضحة أكون تمرين هو نفسه ما واضح يعني نحن مستعدين إن شاء الله لعارضه زين نجعل الجملة الثالثة حب المعلمين للمهذبين زين حبه هي أيضا اسم إذا هون جملة اسمية جملة اسمية أنا عرف هذا التمرين يعني يحتاجه إلى توضيح أكثر طبعا وإذا تحبون تطلبون يعادوا ما عندي أي مانع أعيدوا مرة أخرى هنا حب المعلمين المهذبين هنا جملة اسمين بدأت تحبهم يوم يبتدى ومرفوعة وهو مضاف المعلمين ومضاف إليه قلنا ليش هاي مضاف ومضاف إليه زين قلنا لأنه هاي اسم من بدأنا باسم إذا مبتدع زين بس أشهر راح نحلل نحول جملة اسمية حب المعلمين راح صير أحبة أو يحب تكون أصح بعد يحب يحب المعلم راح صير هوني فعل صاغت يحب 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 المعلمون مش يحب المهذبين شن اللام طبعا الإعجر والنصب نفس الشي بس لكن هوني موقع من الإعراب يختلف تمامي يتصال بياء ونون لكن هوني ستكون جملة فعلية يحب أصبحت الأجناء يحب المعلمون المهذبين وصبحت هوني تحولت من المضاف إليه إلى فعل ونصار جملة فعلية وإلى هنا ننتهي من هذا التمرين التمرين السادس من هذا الموضوع والسلام عليكم رحمة الله المترجم للقناة